ومعنا في الستوديو للتعليق على هذا الموضوع فاطمة جال عضو اللجنة التنفيذية للنقابة الحرات المعلمين أهلا وسهلا بك فاطمة مرور 11 شهرا من عام التعليم والتكوين في موريتانيا ما تقييمك لما تحقق خلال هذه الفترة أهلا وسهلا تقييمنا لهذه الفترة التي مضت منذ 11 شهرا على هذه الفترة هو أن التعليم لا زال الشب نائم لم ينهض بعد التعليم كما كنا نتوقع منذ أن سمعنا بالشعار سنة التعليم تمنينا آمالا وطرحنا عرض مطلبية لكي نحل مشاكل التعليم بالصفة خاصة بالصفة عامة وبالصفة خاصة تعليم في موريتانيا ولكن سنة تعليم 2015 التي شهدناها نرى أن باكالوريا هذه السنة كان نسبة النجاح فيها ضعيلة وصل إلى 7% وهذا نسبة ضعيلة وهناك أيضا أن التعليم في موريتانيا ما كنا نتمنى في هذه السنة أن يكون هناك آمال كثيرة تتمناه الأبناء أن يتمناه الموريتانيون أن يكون هذه السنة سنة مهمة وسنة تتجاوز هذه المحن ولم نرى فيها إلا قليلا من البناء التحتية بنياء بعض المدارس ولكن هناك مدارس كانت عريقة لم ترمم فيها أي شيء ولمطلب العرض للمعلمين لم يلبى أي شيء مثل تحصين من نوعية كتاب المدرسي كتاب التلميذ والدليل المعلم هذا الكتب شبه غائب في المدارس وهذا هو الأساس في المنظومة التربوية إلى أي حد كان حجم الإنجازات خلال العام يناسب مستوى وحجم الطموح المنتظر منكم كنقابات تعليمية نحن كنقابات تعليمية لما سمعنا بهذا الشعر توحدت كل النقابات أو جل النقابات خاصة في نقابتنا نحن نقابة نقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين السلم لما جعلنا عارضة مطلبية هذا العارضة المطلبية التي كنا نطمح فيها أن يكون تحسين من وضعية المعلم تعطيره التكوينات المستمرة للمعلم وتحسين من وضعية المادة للمعلم لكي يكون المعلم ينجز يقوم بعمله كفرد لم نلاحظ منه أي شيء إلا قليل ما قلنا لكم في البنى التحتية بنيان بعض المدازل ولكن لا يتناثل مع حجم حجم التي أقيم فيه في المنشآت الأخرى كمثلا كالصحة وزر التهديب تحدث في خطابه الأخير عن إنجازات تحققت على مستوى البنى التحتية كما ذكرت وتوفير الكتب الدراسية كيف تقيمين وضع البنى التحتية المدرسية والمناهج الدراسية؟ البنى التحتية للمدارس أختها التي شاهدنا نحن التي في الواقع وفي المدارس قليلة الكتاب المدرسي غير متوفر والدليل معلم الدليل معلم الذي يعمل به المعلم كصفة أنه يوجه التلميذ من خلاله للكتاب المدرسي هذا أيضا غير متوفر تطالبون في النقابات؟ وكنا نطالب أيضا بتحسين من كتاب المدرسي خاصة المستوى السنة الأولى من الابتدائية هذا الكتاب البرنامج الذي فيها ليست متماشية مع هذا تطالبون في النقابات التعليمية دوما بعشرية للتعليم في موريتانيا هل تعتقدون أن عشر سنوات كفيلة بالنهور بالتعليم في موريتانيا؟ أنا أظن أن عشر سنوات قليلة بالنهور بالتعليم في موريتانيا حوالي عشرين سنة هي التي تمكن أن تمحي هذه سنوات من الضيعة التي عاشت فيها موريتانيا لأن التعليم هو الركيز الأساسي لكل بلد إذا البلد إذا لم ينهض تعليمه لن ينهض ما أبرز تحديات التي تواجه التعليم اليوم في موريتانيا بالإضافة إلى ما ذكرتي؟ أبرز تحديات التي نواجهها بأرض الواقع الآن الكتاب المدرسي خاصة الكتاب المدرسي الذي عندنا غير متوفر أيضا غير متوفر بالشكل الكافي والنوعية غير جيدة أيضا نريد أن يعاد صياغة الكتاب المدرسي وأن يكون متوفر في جميع المراحل وفي جميع المناهج وأن يكون هناك تعطير والتكوين مستمر للمدرس المدرس لا بده من التكوين والتعطير مستمر إذا لم يؤثر فكيف به أن ينهض بهذه الأمة وإذا كان التعليم غير جيد لا تنهض الأمة إذن برأيك التكوين الكادر وتوفير وتحسين المناهج التربوية هذه أهم العقبات التي تواجه التعليم؟ هذه من العقبات التي تواجه التعليم أيضا خاصة المدرس ليس له قيمة المادية وعني به المتطلبات الزمن الذي تتكون من أن يكون المدرس يكون الإدارة تهتم به بالصفة الخاصة خاصة كأنه فرد يحتاج إلى كل شيء يحسن من خبرته ويحسن أيضا من الوضع المادي والوضع المادي إذا لم تحسن منها أيضا فإن هذا هو الذي أدى بتسرب المدرسين منهم من هناك في نقطة ساخنة كثير من المعلمين نحن نعرف أنهم يعانون من كثير من مشاكل ما مستوى تجاوب رسمي في طريقة تجاوز هذه التحديات؟ تجاوز هذه التحديات لابد من أن يراجع المناهج الدراسية أولا هل لاحظتم تجاوب رسمي مع عريضتكم ومطالبكم؟ قليل ما وجدناه قليل وأن يحسن من ظروف المعلم المادية والمعنوية المادية أن يحسن من ظروف المادية وأن يحسن من ظروف المعنوية التقمينات المستمرة كما قلنا سابقا وأن يحسن من ظروف المعلمين شكرا جزيلا